عملنا اتصالاتنا مش نحل فليساتنا طبعا كالحبيت المزلت مجيتش ايه ايه المليح ياب ايه عابير موسي عندها برشا ما ظهرتش طب تعملش كالعادة عابير موسي كل يوم تخاطب في الناس مين عندها برشا ما ظهرتش وعندها برشا ما ظهرتش وتصحاب الدولة مزلت في البرلمان بتعرج الغنوشي وتصحاب الدنيا مزلت مسايبة امشيت تصب ورقة كالعبد الكل في الرئاسة من وقت ابن علي والبرزوقي والبجي قيد السبسي وكذلك تصب ورقة ما يخش ديشارج في القصر هل فنسأل لي تفصيلة هذية قوبلت الورقة هي لكن مسلموهاش الديشارج يعني قبلوا عليها التضمن؟ اي واحد يصب ورقة يتقبل في كرتاج الورقة اي واحد يصب ورقة لكن هي حبت تعمل فيلم وكذا كالعادة عابير تصب تعمل شوية بصرح وهو القمع وكذا واحد ماشي عايد تقدم قصر الرئيسة كيفش تعملوا معها جاي قليم كرتاج وتعمل معها عندك فكرة على مكانها عندكش معلومات قليم كرتاج عادي الامن اللي يحمي في غادي وما عندهوش داق الامن الرئيس قليم كرتاج يعني العوين اللي خرجوا اللي يحكيوا عليهم حزب الحر الدستوري مهمش عوين لامن الرئيس وعابير مناعرفوش وين هزاه وين قوانتنامو معانت هزاي اللي يحبوا يعملوا المسرحة العملية السياسية اليوم الشعب التونسي فهم اللي عابير معاش نجم تعمل السينيما والفيلم كما كانت تعمل فيه قبل معانت هيزكة هوا ما وشبر لم يلغنوش يعني تنفي ايقاف عابير موسي لم يتم ايقافها ما معنى تم ايقافها يعني بعضوها على القصر فقط مشيت واحدة تعمل فيه فيلم قدوم قصر الرئاس ايش يعملو لها فيلم تعمل في فيلم في وقت برعلي يعدوا دي شارجة في وقت المرزوق يعدوا دي شارجة في وقت بيجرعوا دي شارجة اوقات مرتبطة باشخاص فهم قانون اي ادارة هل ادارة الرئاس الجمهورية ادارة استثنائية اي ادارة في بالي محط الواطن يطالب دي شارجة فماش عرف فم قانون بقانون